السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا عاملين ايه؟ يارب دايما تكونوا بخير كنا بدأنا مع بعض سلسلة وصفات للمغتربين سواء طلبة للدراسة او حتى للعمل ووصفتنا النهاردة واحدة من الوصفات دي هنعمل احلى بيتزا مع بعض من غير فرن ولا عجل ولا تخمير ومش هتاخد مننا ولا وقت ولا مكهود وهتنفع للغدا وللعشن يعني اي حد نفسي يأكل بيتزا هينفصها على طول لكن قبل ما نبدأ اتمنى اللي ما اشتركش في القناة يشترك ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يلا بينا نشوف هنحتاج ايه عشان نعمل اجمل بيتزا مع بعض هقول بسم الله ونبدأ في العجينة العجينة مفيش ابسط منها معايا نص كيلو دقيق مياه دافية للعن ومعلقة لبن بودرة وسكر وخميرة وباكنج بودر شفتوا المقادير بسيطة جدا ازاي وكمان هنحتاج نص معلقة صغيرة ملح وعلشان عارفة ان ساكن الطلبة ما بيكونش فيه ادوات كتير متوفرة انا هستخدم النهاردة الدورة اعجم فيه لو مفيش بولة هنزل بمية دافية ولازم المية تكون دافية عشان تنشط الخميرة بسرعة وانزل بكل المكونات اللي معاي اللبن والسكر والخميرة والبيكنج بودر وكمان رشة ملح واخلط الموت دي مع المية الدافية لحد ما يدوب كويس انا هستخدم معلقة عادي جدا يعني حتى لو المضرب اليادة ومش موجود مش مشكلة بالمعلقة وهخلطتم كويس عشان ننشط الخميرة ومعلقة اللبن بودر اختياري لو مش حابين توضفوها مش مشكلة بس ياب تضي طعم جميل جدا للعجينة يعني وانتو نازلين تشتروا نص كيلة دقيقة من الصبر مركت هديبوا مع باكة خميرة وباكة بيكونج بودر وباكة صغير من اللبن البودر هنزل بقى بالدي وكمل بالمية شوية بشوية احنا اتفنى ان احنا مش هناجي بالمعلقة كده وهخلط كل المكونات مع بعضها وكده العجينة لست تقيلة شوية هزود كمان شوية مية عايزة العجينة كوام هيكون اتقل من الكريب هتشوفه الكوام بتاحد الوقت اهم حاجة دخلطه كويس عشان ما يبقاش فيه تكتلات من الدي اللي متوفر عنده مضرب سلك يا ده ويستخدمه طبعا ده الكوام اللي انا عايزيها عشان لما بتخمر بتتقل شوية اكتر من كده وكده عجينة البيتزة بتاعتنا بقت جاهزة لكن هترتاح شوية لحد ما نجاهز بقية المكونات اللي احنا هنحتفها للبيتزة دول معلقتين كبار صلصة ودي رشة زعتر ده زعتر فرش وكمان معلقتين زيت طبعا اللي حابب بيحط زيت زاتون ما فيش مشكلة لكن انا بتكلم على الطلبة يعني فالزيت عادي والزعتر كمان ممكن يكون زعتر ناشف ما فيش اي مشكلة بس الزعتر اللي اقدر ده صادقته وحاببة قلبي ممحمود ربنا يخليها لو يباركلي فيها يا رب جايبهو لهدية جايبه لي الزرعة نفسها فقلت استخدمه النهار ده عشان اشكرها دي بصلية كبيرة مقطعها حلقات اللي حابب بيستخدمها ناية زي ما هي كده تمام واللي عنده مشكلة من طعم البصل الناية يديها تشويحة على النار زي انا ما هعمل دلوقتي هجيب طاصة وحط فيها معلقة زيت واحدة واسيب الطاصة تسخن قوي وانزل بالبصل التشويحة دي بتشيل طعم الناية اللي في البصل لان زي ما انتم عارفين ان احنا مش هنستخدم الفرن في البتزا فالطاصة من فوق مش هتسوي البصلة ولا حتى تخليها تدبل عشان كده بديها التشويحة دي الاوكل لكن اللي حابب يستخدمه زي ما هو ما فيش اي مشكلة زي ما قلتلكم بديله بس تقليفة كده دقيقة او دقيقتين لحد ما ياخد التشويحة الخفيفة اللي انتم شايفينها دي وكده جاهزت البصلة تعال بقى نرجع نكمل بيت المكونات كده معنا الصلصة جاهزة والبصلة كمان جاهزة وجبت علبة التونة وعلبة التونة دي اختياري بس لو هتستخدموها كغدوة يبقى لازم يكون فيها بروتين عشان تبقى كاملة العناصر الغذائية والبطل هنا بقى الجبنة اي نوع جبنة مع المتزارلة او ممكن المتزارلة بس انا جايبة معايا ميكس جبن مع المتزارلة ومعايا كمان طمط مية شرايح وماخدتش اي وقت يلا بقى نقضي الحاجات بتاعتنا دي ونروح عند البتجاز نكمل وصفتنا ولعت على طاصة وهديها مسحة من الزيت اللي عنده فرشة يستخدمها انا هستخدم منديل برضو عشان انا بكلم هنا الطلبة والمغتربين فهديها مسحة بسيطة كده بالزيت بمنديل المطبخ عادي او حتى منديل جيب مفيش اي مشكلة وهدي تقليبة بقى للعجينة عشان اخرج منها الهواء قبل ما نزلها في الطاصة وانزل بكمية مناسبة لحجم الطاصة ما تزوديش الكمية عشان العجينة ما تبقاش تخينة او ونحركها كده شمال ويمين نفرتها في ارضية الطاصة كويس زي ما انتو شايفين كده بالزبط ودرجة الحرارة تكون متوسطة انا مستخدمها للعين الكبيرة بس مهدية درجة حرارة وعشان الوش يستوي لازم نغطي الطاصة بغطة حلة بقى او صانية المتوفر يعنى دقيقتين بالزبط ونرفع الغطة او الصانية ونشوفها الليها استوت كده العجينة استوت حابين تكملوا البتز على الوضع ده هي كده استوت وتمان واخدت اللون ده بجميل من تحت شايفين احنا بنحبها مستوية من فوق ومن تحت شايفين هي مستوية هي لكن ما بنحبش اللون الابيض ده عايزينها تاخد اللون جميل من فوق ومن تحت فعشان كده هقلبها حابة تسيبها سليمة او تقطعيها انا هعمل الاتنين معاكم دي هقطعها قبل ما حطنا عليها الاضافات التانية وارجعها تاني الطاصة وخلي اللون الدهب ده هو للفوق واللاب يدال تحت عشان هو كمان ياخد اللون الدهب الجميل وكده اللي تبقى العجينة بتاعتنا مستوية من فوق ومن تحت لما بنسويها من على جنب واحد بنحس ان الوش واخد طعم المسلوق ما بيكونش قلطة في حاجة لكن كده هتكون مقرمشة وجميلة جدا نجيب بقى المكونات بتاعتنا ننزل بمعلقة من الصلصة اللي احنا جهزناها وضفنا عليها الزعتر والزيت دي الصلصة نعملها في البيت لكن ممكن تستخدموا الصلصة جهز عادي جدا يا انا عشان مفيش ده انتو تسبكوا بقى طماطموا كده ما تبلغيش في الدهن الصلصة دهنة خفيفة من الصلصة وضيفي بقى كل الاضافات اللي انت عايزها شرايح من البصل اللي احنا شوحناه مع بعض شرايح من الطماطم لو حاب تضيفي كمان زيتون وفيش مشكلة هنجيبه برضو ونستخدمه وشرايح من الفلفل الوان او اغدر بس المتوفر لو حاب تحطي حامي او بارد برضو زي ما تحب البتزا كل حاجة فيها اختياري عايزة تشيل صنف او تضيف اي اضافات تانية مفيش اي مشكلة ممكن تحط الجبن على كده بس لكن انا عايزة اخليها وجبة كاملة العناصر الغذائية فهديها كده كمية من التونة قلبة التونة بتعمل اتنين بيتزا بالحجم ده والتونة هنا انسب حاجة عشان يعني طلبة ومغتربين وكده مفيش داعي بقى انهم يعصجوا فراخ او لحمة او الحاجات دي والجبن بقى حطي جبن على قد ما تقدر لان هو البطل بتاعنا زي ما قلتلكم والبيتزا يعني جبنة فحطي كل الجبنة اللي تحبيها وممكن كمان بواق الجبنة اللي في التلاجة اللي بتنشف من هنا كده ممكن نفرمها ونستخدمها وكيس ميكس الجبن بيتبعد الوقت بكل سهولة ونرجع بقى نغطي ولازم هنا نغطي عشان الجبنة تسيح لانها هتسيح على البخار وبرضو بعد دقائتين نرفع ونشوف كونوا حازرين ان انت بترفعوا الغطى عشان متتلسعوه او ممكن تستخدموا فوته وكده البيتزا بقى تجهز وقرمشت من فوق ومن تحت وجبنة ساحة واخدت اللون الدهب الجميل اللي انتو شايفينه ده يلا بقى نشيل قطعة كده ونشوفها مع بعض ونشوف قديك جبنة سايحة البيتزا دي ولا مش بيتزا بقى ايه رأيكم؟ واجمل حاجة بقى انها تتاكل من الطاصة وهي سخنة كده وخصوصا ان احنا مقطعين للعجينة الاول قبل ما نضيف الاضافات اللي عليها كده اول بيتزا بقت جهزة معان شايفين شكلها لازيز جدا يلا نعمل واحدة كمان بالنفس الطريقة مسحنا الطاصة بالمنديل وضيفنا كمية من العجينة ولفنها في الطاصة لحد ما تتوزح كويس مش عايزينها كمية كبيرة عشان للعجينة متكونش تخين او وبرضو لازم نرطيها عشان من فوق تستوي حتى لو هنقلبها لازم برضو تستوي من فوق استخدمت بقى فوطة المرادة عشان متتلسعوش كده العجينة استود شايفين من فوق مستوية بس اللون بتاعها ابيض ومن تحت اخذت اللون الدهبي لو حابين بقى تقلبوها من غير ما تقطعوها بطريقة سهلة جدا وتحطوا الاضافات عليها وبعد كده نبقى نقطعها مع بعض كل ده هنشوفو دلوقتي برضو هتديها مسحة كده من الصلصة دهنا خفيفة دي الطريقة اللي مش حاب بيقطعو وننزل بقى عليها بكل المكونات اللي احنا بنحبها حلقات البصل اللي احنا شوحناها وحلقات كبان طماطم كده وتشوحت البصل بتدي له طعم جميل جدا على فكرة وننزل بقى بالفلفل المكونات الاساسية لأي بيتزا ونعمل البيتزاية دي من غير تونة اللي مش حاب بيأكل تونة معاها يعني هنضيف بقى عليها زيتون اخدر شرائح او ممكن اسود المتوفر عندكم انا هنا بقى بكلم الطلبة سواء بنات او شباب حطت كمية من الزيتون وهضيف بقى كمية محترمة كده من الجبنة بيتزا يعني جبنة زي ما قلتلكم فما تبخلوش بكمية الجبنة والوصفة دي انا مش عاملها بس للتوفير انا عاملها كمان عشان لو حابين تاكلوا اكل نظيفة فاقل وقت واقل امكانيات حطت جبنة كده ما بين طبقات الخضار حطينا تحت البصل والزيتون والطماطم ونحط فوق الفلفل الالوان زي ما انتوا شايفين كده توزيع الخضار زي بتحبه بالطريقة اللي انتوا تحبوها حطوه ولازم نغطي عشان نجبنة تسيح اقول كل مرة انا بحينا بنوع لكم طريقة توزيع المكونات بتاعت البيتزا شايفين؟ بيتزا تحفة استوى تنفوقه من تحت والجبنة ساحت وبتمطه زي الفل شايفين لون العجينة؟ احلى من احلى فرن ودي تاني بيتزا معانا ايه رأيكم فيها؟ تجنن هنعمل برضو بقى الكمية مسحة بسيطة وننزل بالعجين وعلى فكرة مش لازم دورة ممكن ازازة حاجة ساعة اللي هي الاتنين لتر دي نشيل جزء منها اللي فوق ونستخدمها عادي جدا الطلبة مبتكرة وبيعمله من اهل الامكانيات احلى شغل دي البتزاية اللي احنا مقطعناها وهي رسا عجينة نقطعها بقى مع بعض دلوقتي على فكرة مش لازم ابدا قطع البيتزا سكينة مخرطة قطعة المتوفر شايفين؟ البيتزا تجنن ورحتها جميلة بس اخد بالكم انها سخنة واقع من حاجة انها تتاكل ويهة سخنة على فكرة شايفين الجبنة؟ قد ايه بتمط وهتدينا طعم جميل للبيتزا تخيلوا بقى لو هتشتروا البتزاية دي هتشترها بقى قد ايه؟ يلا بقى نكمل بقية الكمية اللي احنا سايبينها على النار كمان استوت من تحت واخدت اللون الدهب الجميل اللي انت شايفينه ده ودي كمان هقطعها قبل المقلبها انا بس بشيلها في الصينية كده عشان نتطاصة مش اكتر عشان القطع ما تجرحش الطاصة لكن لو الطاصة بتاعتكم مش تفال ممكن تقطعها وهي جواها عادي جدا ونخلي بقى الجزء الابيض ده هو اللي التحت عشان هو كمان يستوي وياخد اللون الدهب الجميل وكده ان نكون ضمننا ان البيت زيب جايتنا مستوية من فوق ومن تحت وزي ما عملنا في المراتين الاولانية ده هنخفيفها من الصلصة ونحط كل الاضافات اللي احنا بنحبها لو حابين تغيره في ترتيب الطبقات نحط جبنة وبعدين الخضار اي نوع خضار موجود زي ما قلنا بصل طماطم زيتون فلفل الوان فلفل اخدر بس المتوفر ونغطيهم كلهم برضو بطبقة من الجبنة اللي قلنا ممكن تبقى الجبنة بمتزرلة بس او ميكس ولازم نغطي عشان الجبنة تسيح وتبقى احلى بيت زي ما انتو شايفين كده مستوية من فوق ومن تحت والجبنة بتمط وحاجة اخر دلع شايفين؟ على فكرة النص كيلو دي بيعمل كمية كبيرة جدا بيطلع لنا اربعة واحدات بالحجم اللي انتو شايفينه ده واجمل حاجة تتاكل وهي من الطاصة كده وكل الشباب بقى والبنات يخطفوا من بعضهم كده وتبقى جاوب جميل جدا شايفين قدية جميلة ومضيفة وعملينها بايدينة واكيد مش مكلفة زي اللي برا ودي الكمية اللي احنا عملناها منص كيلو دي بس اربع بيتزات بحجم متوسط واللي بيحدد الحجم هنا الطاصة يعني لو عايزين البيتزة كبيرة او صغيرة الطاصة هي اللي هتحدد بس الحجم ده مناسب جدا وممكن على فكرة نعملها مني بيتزة هبقى عملها معاكم مرة تانية ان شاء الله تعالوا كمان نشوف سمك العجينة عشان نبقى شوفنا كل حاجة مع بعض ده السمك المناسب وده اللون الجميل مش عايزينها تكون تخينة او علشان تدينا اجمل بيتزة في الطاصة وكده الفيديو بتاعنا خلص لكن افكارنا ووصفاتنا لسه مخلصتش اتمنى تجربوا بيتزة طاصة بطريقتي وتعجبكم ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة ولايكوا شير للفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته